ننطي عقد احتكاري لشركات تنظيف يعني ماكوش شركات تنظيف لا ماكوش شركات تنظيف والعروض كلها مقدمة والشركة اللي قبلها كانت خمسين مليون دينار عقد شركة تنظيف تنظيف مقر الشركة مانتة مقر الشركة العامة الموانئة مقرها خمسين مليون كانت تنظيفها شهريا شنو سوا تنظيف الشركة خمسين مليون فسخ العقدوية وجاب لشركة ثانية بـ 94 مليون 94 مليون مع العلم الشركة اللي جابها بشار نعم هاي بعد هاي الشركة شم عامل يلا نظفها 94 مليون من اقول استهتار بالاموال لحد يلومني من نشقه دومي واطلع من نصيح الغوث لحد يلومني القضية مو استهتار لا استفراد وكيفهم اموال وكيفهم يتوزع بما يحلو لهم بالله الكريم اموال الشركة العامة المونع عراق وفعالياتها والكارثة والادهى من هذا اللي يتحدث من كوادرة الفنيين الخبرات اللي هم من ابو جد خبرة واختصاص اللي يتحدث من عدهم بمعارضة ينقل الى سجن زاويرة نعم هذا الاسلوب التعسف اللي يستخدمه ماكو احد من كفاءاته من الخيرين بالموانئ وكلهم خيرين والله عدهم عدهم كفاءات بالموانئ ناس قمم بحرصهم الوطني وحرصهم وامهنيتهم بالعمل شنو مشكلتهم؟ المشكلة انه بمجرد ان يرجع اعتراضه بس يقول هذا ما يصير شلون هي شي ما يصير اوقع هذا مو صحيح مو مطابق لا مباشرة ينقل الى المعهد والى المدونة والى اطراف يعني بحيث ذي اكثر يعني ما شايفه اذية نهائيا من اساتذة وخبراء ومهندسين وكابات عجيب التعامل بيهم